موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى لقاء جديد في برنامج مقاصد يتشكل وعي الشعوب في ضوء ثقافتهم وتتحدد طبيعة هذا الوعي ومدى صحته منزفه بحسب درجة تأثير هذه الثقافة في صوغ الفرد وثقافة الإسلامية المتراكمة عبر قرون من الزمان كان للإسلام فيها مركز الريادة والتأثير في السياسة والاجتماع والاقتصاد وفي الأداب والعلوم والمعارف هذه الثقافة ربطت العالم الإسلامي بوحدة وجدانية منطلقة من القرآن والسنة في هذه الحلقة نحاول تحرير مفهوم الثقافة الإسلامية ونجول مع ضيفنا في خصائصها ومصادرها كما نتطرق إلى دور هذه الثقافة وأهميتها في حياة المسلم ومع حدود المعرفة التي ينبغي لكل مسلم معرفتها من دينه حتى يكون متمتعا بثقافته الإسلامية كل هذا يأتيكم بعد قليل للحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتور أحمد عبد العال أستاذ العقيدة والمذاهب الفكرية أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله دكتور بداية نتحدث عن موضوع مهم وربما شائك وربما واسع جدا لكن نريد في أعلى مدار هذه الحلقة أن نكثف الأفكار ولا بد من أجل ذلك أن ننطلق من التمهيد من حيث الدلالة والمفهوم ماذا تعني الثقافة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تصليما كثيرا أو بعد فإن مصطلح الثقافة الإسلامية في الحقيقة هو مصطلح معاصر هذا المصطلح ليس له بهذا التعبير وجود في القرآن أو السنة أو كل كلام علماء السلف بل حتى في القرون الأولى ليس له وجود بهذا بهذا التركيب الثقافة الإسلامية وإنما هذا المصطلح الثقافة الإسلامية وجد عندما احتكى المسلمون بغيرهم من أصحاب الثقافات الأخرى واطلعوا على ثقافات غيرهم وأرادوا أن يقيموا هذه الثقافات ويبينوا موقفهم من هذه الثقافات فكانوا يعني يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يبلوروا ما عندهم من ثقافة في مقابل الثقافات الأخرى التي واجهوها والتي احتكوا فيها سواء كان ثقافة غربية أو شرقية أو ما شبه ذلك وهنا ظهر مصطلح الثقافة الإسلامية كعلم حديث يدرس الآن في الجامعات وفيه مؤلفات من أجل أن تبلور الرؤية الإسلامية في شتى الجوانب المختلفة من خلال الثقافة الإسلامية يعني لو غصنا أكثر في تحرير هذا المفهوم دكتور أحمد هل هي ما يمارسه الثقافة الإسلامية؟ هل هي ما يمارسه المسلم أم ما يعتنقه من تصورات وأفكار لا شك أن نتكلم الآن على الجانب الصحيح المنسجم ومعتمد على المصادر الإسلامية الصحيحة أو الخطاب الإسلامي الصحيح الذي جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في مصادر الشريعة وما جاء عن الصحابة وسلف الأمة قديما وحديثا يعني هذا طبعا نحن دائما ننظر إلى الجانب الصحيح الجانب الخالي من الفساد من البدع من الإضافات الغريبة والدخيلة على المفاهيم الشرعية أو المفاهيم الإسلامي يعني الثقافة الإسلامية في المجتمعات المسلمة ما ينشأ من سلوكيات وأفكار ومعتقدات تتعارض في جوهرها مع قائد الإسلامي وعلى العبادات وتصوراته العامة هل هذه السلوكيات والأفكار الطارئة على المجتمعات الإسلامية تدخل في الثقافة الإسلامية أم هي دخيلة عليها أم كيف نصنفها؟ طبعا ما يمارس المسلمون اليوم نوعين النوع الأول من الممارسات هي ممارسات شرعية تعتمد في أدلتها وفي خطابها وفي سلوكياتها مع الشريعة التي جاءت في القرآن والسنة ومصادرنا الشرعية المعروفة لكن هناك سلوكيات بل وثقافات دخيلة وغريبة وهذه لا تمت إلى أصول الشريعة بصلاة ولذلك لا يجوز أن تدخل تحت مسمى الثقافة الإسلامية فالثقافة الإسلامية عبارة عن معين صاف بعيد عن أي دخيل أو غريب عن منهج القرآن والسنة وثقافة الأمة الصحيحة وبالتالي فإن ما هو دخيل على هذه الثقافة أو غريب عنها أو ما يتعارض مع خطابها الشرعي الذي تتبناه الثقافة الإسلامية فهذا لا يعتبر الثقافة الإسلامية بحال هذا يدفعنا للسؤال دكتور أحمد عن مصادر تشكل هذه الثقافة على ما ترتكز ما هي مصادر تشكلها طبعا مصادر الثقافة الإسلامية هي المصادر الشرعية المصادر الشرعية المعروفة التي يستقى منها ويؤخذ منها الأحكام الشرعية والأداب الإسلامية والفضائل والقيم الإسلامية المعروفة وبالتالي فضائلنا وقيمنا وأحكامنا الشرعية لها مرجعية هذه المرجعية هي نفسها مرجعية الثقافة الإسلامية فالقرآن الكريم مثلا هذا القرآن الكريم كتاب الله تعالى المنزل كلام الله تعالى الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي حوى كل ما يحتاجه المسلم من أحكام ومن سلوكيات ومن آداب ومن فضائل ومن قيم هذا القرآن الكريم هو أحد المصادر الأساسية للثقافة الإسلامية ولا شك أن القرآن الكريم يعني الحقيقة يعتبر الكتاب الوحيد الذي تسميه كلام الله تعالى حقيقة وإلا فإن ما ينسب إلى أنه كتاب سماوي أو ينسب إلى دين ما هذه الكتب قد اعتراها التحريف والتبديل وأصبحت لا تمثل يعني كلام الله تعالى ولا تمثل كتاب الله الكريم تمثيلا صحيحا وإنما فيها بعض الأشياء التي لها صيلة بكلام الله لكن في معظمها أصبح من كلام البشر وأصبح يعني من الأشياء التي حرفها الناس عبر التاريخ عبر الزمن وأصبحت في اسمها كتب سماوية ولكن في الحقيقة هي عبارة عن كتب وضعها أتباع الأنبياء والرسل السابقي سواء كان التوراة أو الإنجيل وبالتالي بقي القرآن الكريم كما وردنا من يقرأه اليوم كأنه أنزل لتوه على النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إليه يد التحريف والتبديل وبالتالي فإن القرآن الكريم يعتبر هو المصدر الأساسي والمصدر الحقيقي والمصدر الصحيح الذي يجب أن ينطلق إليه منه المسلم في ثقافته في سلوكياته في تعامله في كل حياته يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين فالمسلم دائما انطلاقه وتصوراته وكل ما يمكن أن يحكم أخلاقه وسلوكياته وثقافته يجب أن تكون منبثقة ومعتمدة على كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم المصدر الثاني هو السنة النبوية ولا شك أن السنة النبوية مكملة للقرآن وهي شارحة لما جاء في القرآن الكريم كما أن السنة ممكن أن تضيف أحكاما ليست موجودة في القرآن الكريم هناك لا شك أن السنة مبينة للقرآن لكن ممكن أن ترد في السنة أحكام وتعاليم يعني ليس لها في القرآن يعني إجمال أو مماثلة لما جاء في السنة فمثلا مثلا الركعات التي نصليها وهي الصلوات الخمس مثلا لم ترد في القرآن الكريم وإنما جاء الأمر بالصلاة جاء الأمر بالصلاة أما كيف تكون هذه الصلاة وما هي ركعاتها وماذا يقرأ في كل ركعة إلى آخر هذا ليس موجودا في القرآن وإنما الأمر فقط في القرآن بالصلاة وأما تفصيل الصلاة بركعاتها وأوقاتها وما يعني يقرأ فيها وما فيها من قيام وقعود وسجود كل هذه الأشياء من السنة طبعا كذلك الحج أمر الله تعالى بالحج في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله لكن كيف يكون الحج ما هي أركان الحج ما هي سننه ماذا يأفعل الحاج طبعا هذه الأشياء هي ما جاءت إلا في السنة ولذلك الرسول عليه السلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فالصلاة مثلا والحج إنما تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أفعاله ومن خلال ما علم أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون كيف يحجون وهذه أيضا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع من مصادر التشريع أيضا الإجماع مصادر تشكيل الثقافة يعني نتحدث عن الثقافة طبعا أنا أقصد الثقافة هي الثقافة عبارة منبثقة عن التشريع حقيقة الثقافة الإسلامية هي عبارة عن ثقافة منبثقة ومعتمدة وترتكز على التشريع الإسلامي في جوانبه المختلفة القرآن الكريم السنة المطهرة وكذلك الإجماع ما أجمع عليه علماء الأمة في فهم ما جاء في القرآن أو في السنة هذا الإجماع على فهم من الفهوم يعتبر حج القياس كذلك ما قاسه العلماء على أمر ولد في القرآن أو في السنة ما قاسوا عليه في ذلك من أمور لم تجد يعني ترد صريحة في القرآن أو السنة فهذا القياس أيضا من مصادر التشريع جميل حقيقة نقاط مهمة ذكرتها دكتور لكن أنت الآن تتحدث في البعد التشريعي وفي جانب العبادات أريد أن أفهم من جنابك يعني كيف صاغ القرآن وأهم مصدرين هما القرآن والسنة المطهرة كيف صاغ هذان المصدران معالم الثقافة الإسلامية ليس فقط في جانب العبادات وإنما في جانب السياسة والاقتصاد ولو كان ملامح حامة يعني كيف تشكلت ملامح ومعالم الثقافة الإسلامية انطلاقة من هذين المصدرين كما قلت لك أخي الكريم إن ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة من تشريعات وعبادات وعقائد وقيم ومثل وأنظمة النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي كل ما جاء في القرآن الكريم من ما يتعلق بهذه النظم وكذلك ما جاء في العقيدة وما فيها من أركان وما فيها من قضايا يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها الإيمان بالله تعالى واحدا لا شريك له وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم من أركان الإيمان فإن هذه عبارة عن أسس للثقافة الإسلامية وكذلك كما قلت ما جاء فيه من نظم ومن أخلاق ومن فضائل ومن أحكام ومن تشريعات كل هذه الأمور مجتمعة هي أساس في الثقافة الإسلامية فالثقافة الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من مفاهيم هذا الدين ومن أحكام هذا الدين ومن أصول هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا بالتبعية يقودون إلى السؤال عن خصائص هذه الثقافة ولكن هذا ربما نبحثه بعد الفاصل قبل أن نذهب إلى الفاصل دكتور أحمد هل ثمت حدود فاصلة بين الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية الحقيقة الثقافة والحضارة بينهما بعض الفروقات الحضارة هي عبارة عن ما قدمته الأمة وما أنشأته الأمة في جانبين جانب فكري ثقافي وجانب مادي فممكن أن نقول إن الحضارة فيها جسم وروح روحها الثقافة وجسمها هو الإنجازات المادية التي استطاع الإنسان أن يقدمها وأن يصل إليها ولكن طبعاً الفرق بين الثقافة وبين الجسم المادي أو الجسم التكنولوجي في الحضارات هو أن الثقافة جزء مميز عن الأمة عن غيرها جزء مميز للأمة عن غيرها من باقي الأمم الأخرى أما الجانب المادي وهو جسم الحضارة فهو عبارة عن شيء مشترك بين الأمم جميعها وكلهم مشتركون في هذا فمثلاً الماء 2HO أو H2O طبعاً هذا المركب لا يختلف عليه إلى حضارة إسلامية ولا حضارة غربية ولا حضارة فارسية ولا حضارة هندية ولا صينية ولا يابانية كل ما يتعلق بالإنجازات المادية للحضارة هذه عبارة عن منجز بشري يشترك فيه جميع الناس ولا يختلف الناس فيه أما الجانب الثقافي وهو جانب مهم أيضاً من الحضارة فهو الجانب الذي يمثل هوية الأمة أو بصمة الأمة التي تجعلها تختلف عن غيرها وتجعلها أمة متميزة بثقافتها بأخلاقها بأنماط سلوكها بعاداتها بتقاليدها بفضائلها وهذا هو الذي يعني يفرق بين الأمم إذن الذي يفرق بين الأمم هو الجانب الثقافي من الحضارة وأما الجانب المادي أو جسم الحضارة فهذا لا يختلف الناس فيه ولا شك أن طبيعة الحضارة والمنح الذي تأخذه يترتب بشكل كبير على الطبيعة الثقافية باعتبار أن الثقافة هي التي توجه المنح الحضاري لكل الأمم ربما هذا يكون له شيء من التفصيل بعد الفاصل الأذين تلانا دكتور نواصل هذا الحديث بعد وقفة قصيرة ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله وهذه عودة للحديث في أهمية الثقافة الإسلامية ودورها في حياة المسلم دكتور أحمد الثقافة في حديث المقارنة بين ثقافات الأمم نريد أن نعرف من جنابك السمات العامة والخصائص والمميزات للثقافة الإسلامية ما الطابع الذي تنطبع به هذه الثقافة بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الثقافة الإسلامية لها خصائص لم ترتقي إليها باقي الثقافات الأخرى أو باقي الحضارات الأخرى هذه الخصائص هي من خصائص الثقافة الإسلامية تحديدا وهذا الذي يميز الثقافة الإسلامية بهذه الخصوصية بحيث تجعل هذه الخصوصية المسلمة يعتز بهذه الخصوصية ويعتبر نفسه هو الذي تبنى الثقافة الصحيحة والثقافة التي أرادها الله تعالى لبني البشر وهي التي يحملها المسلم إلى باقي البشر ها من هذه الخصائص التي تتميز بها الثقافة الإسلامية هي الرباني وهي أنها ثقافة جاءت بوحي من الله عز وجل وجاءت من خلال الدين الذي رضيه الله تعالى للبشر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الإسلام الذي رضيه الله تعالى للبشر وكان آخر الديانات وآخر الرسالات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي جاء في القرآن والذي جاء في السنة وحوى كل ما يحتاجه الإنسان في حياته من أمور خاصة وعامة سوأ كان في أمور تتعلق بالقضايا الشخصية أو بالقضايا الأسرية أو القضايا الاجتماعية أو ما يتعلق بقضايا الأمة أو الدولة كل ذلك جاء في القرآن الكريم وجاء أصوله وضوابطه وقواعده العامة في هذا الكتاب الكريم المنزل القرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة وهي وحي أيضا إن هو إلا وحي يوحى فالسنة المطهرة التي هي وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى القرآن هذه ما نسميها بالربانية الثقافة الإسلامية من مصادرها أو من خصائصها الأولى أنها ربانية بمعنى أن محتواها ومضمونها إنما جاء من الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم الخصيصة الثانية الحقيقة هي أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة الفطرة الله تعالى خلق الإنسان على فطرة خاصة هذه الفطرة هي فطر الله تعالى الناس عليها وجعل من خصائصها أنها تقبل هذا الدين فالفطرة السليمة تقبل الدين أو الثقافة التي جاء بها أو الثقافة في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهنا يعني أقصد كل شيء عن الثقافة أنها من القرآن والسنة ما جاء في هذه الثقافة من قضايا تشريعية أو من قضايا أخلاقية أو من قضايا يعني تتعلق بالأمة وبالكون والإنسان والحياة هذه توافق الفطرة بالشريعة والله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله كل مولود كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة ما هي الفطرة هنا؟ الفطرة يعني الطبيعة التي خلق الله تعالى عليه الإنسان وهي عبارة عن طبيعة سليمة تقبل الإسلام بلا تردد بمعنى أنه لو لم يعلم الإنسان أن الله تعالى واحد أو أن الله تعالى هو الخالق وأن هذا الكون من خلق الله فالفطرة تصل إلى ذلك من غير تعليم ولذلك البدء في الصحراء لما طبعا لم يدرس لا في جامعة ولا في كلية ولا في مدرسة كان يقول البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير هذا الشيء بفطرة بفطرته يعرف أن لهذا الكون خالق وأن لهذا الكون مدبر فإذا الثقافة الإسلامية هي ثقافة الفطرة البشرية بمعنى أن الفطرة البشرية بطبيعتها تميل إلى محتوى ومضامين الثقافة الإسلامية وتقبلها بلا تردد شيء من هذا القبيل دكتور وفي سياق الحديث عن المقارنة وحديث الخصائص والسيمات لنضرب مثلا في الثقافة الغربية يعني في الغرب يبدو أن الغرب استسلم لغريزته فتحكمت به منطق القوة ومنطق المادية ومنطق الشهوة فأنتج لنا فلسفة وعلم اجتماع واقتصادا قائم على المنفع البحثة وقائم على إشباع الرغبات والأهواء لو عدنا إلى الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية إلى أي درجة حوت محتوى اقتصاديا فكريا اجتماعيا نفسيا وازن ما بين الغريزة وما بين الفطرة ما بين حاجات النفس وحاجات الجسد وهذا ربما في حديث الخصائص أيضا ممكن أن نعرض في الجواب على هذا التساؤل نموذجي نموذج من الشرق ونموذجا من الغرب أما في الشرق لما كان اتحاس بيتي قبل أن ينهار في عام 1994 ويذهب إلى مذاب التاريخ كان هناك ما يسمى بالإلحاد المنظم الذي تقوده الدولة والذي يعني يريد أن يرب الناس على أن لهذا الكون ليس له إله ليس له خالق وكذلك على إلغاء الملكية الفردية أو الملكية الخاصة واعتبار أن الملكية الأصل فيها أن تكون ملكية عامة للدولة طبعا لما انهار الاتحاس بيتي وجد أن هذه القيم التي كان يرب الناس عليها أنها قيم باطلة وبعيدة عن الفطرة ولذلك سرعان ما عاد الناس من هذه الأشياء التي فرضت عليهم فرضا وهي الإلحاد والغاء الملكية الخاصة عاد الناس من جديد إلى عقائدهم إلى حياتهم الطبيعية التي تتناسب مع فطرتهم فعادوا إلى أديانهم وعادوا إلى ثقافاتهم الدينية وإلى مطلباتهم الروحية صح هناك في نصارى في غير نصارى في أديان كثيرة وفي معتقدات كثيرة ولكن هذه المعتقدات هي جزء من كيان الإنسان هي عبارة عن فطرة في الإنسان يجب أن يعتقد الإنسان أنه هناك في خالق في مدبر في سر وراء هذا الكون المادي الذي يعيشه هذا السر إنما هو شيء غيبي يؤمن به وقد يضل في تحديده ولكن في النهاية هي عبارة عن شيء مغروز في الفطر وهو أن الإنسان يؤمن بقوة غيبية خلف هذه أو وراء هذه الحياة المادية التي يعيشها ولذلك صاحب كتاب قصة الحضارة والديران يقول وجدنا في الأمم كثيرة مخلفات حضارات سابقة مدنا ليس فيها مصانع ليس فيها صناعات ليس فيها كذا ولكن لم نجد مدينة من بقايا الحضارات القديمة إلا وفيها معبد هذا المعبد قد يكون على حق وقاله على باطئ ولكن الأمم بل الإنسان مغروز في فطرته أن يؤمن بشيء غيبي يعني يسند إليه كل الظواهر التي يراها في هذا الكون طبعا لا شك أن المسلم يصل إلى هذا عن طريق الوحي ومن أقصر الطرق ومن أصدقها وهو الحقيقة الذي ينبغي أن يعتقدها المسلم ولكن هناك طرق أخرى الإنسان قد يتخيلها أو يتصورها ولكن طبعا وإن كان الأصل موجود في الفطرة ولكن هذا يمكن أن يغير وأن يبدل وأن يعني يقع الإنسان في أخطاء كثيرة في تحديد هذا الأمر المهم في السياق ذاته وفي الموضوع ذاته عفوا في استكمان المسأل في الغرب بالنسبة للغريزة والفطرة وما عليه الغربيون من بعض السلوكيات أو بعض الأخلاقيات التي تتنافى مع الفطرة والتي يشعر بها الآن الغربيون أنها أصبحت جزءا من مشاكلهم مثلا قضية علاقة المرأة بالرجل فالإسلام وضع علاقة بين المرأة والرجل من خلال عقد سماه القرآن الكريم يعني عقدا ميثاقا غليظا وهذا الميثاق الغليظ تلقى من مسؤولية ويتلقى من حقوق واجبات للمرأة والرجل في الغرب هذه العلاقة مرنة بمعنى أن الإنسان ممكن أن يرتبط وفق هذا العقد أو هذا الارتباط الرسمي وممكن أن لا يرتبط وبالتالي ممكن للرجل أن ينشئ علاقة مع امرأة أخرى ليس بينها وبينه ارتباط فيأتيه أولاد وإلى آخره طبعا هذا الكلام أدى إلى مشاكل كثيرة من هذه المشاكل أنه وجد أعداد كبيرة من الأطفال الذين لا أهل لهم لا أبى لهم وهم أبناء الشوارع وأذكر من الأخبار كارون الأخيرة كيف أن في نيويورك 75 ألف طفل ليس لهم أهل يسمون أولاد الشوارع فالدولة بدأت توجد لهم أماكن لرعايتهم لأن الأولى ليس لهم أهل لا أب ولا أم أولاد سفاح يعني أولاد سفاح فأما الإسلام الأب مسؤول عن أولاده مسؤول عن رعايتهم عن معيشتهم عن تطبيبهم عن رعايتهم عن تربيتهم وكذلك الأم أما في الغرب فهذا غير متوفر مع الأسف وهذا من مخالفات الفقرة أسألك عن العلاقة بين الثقافة ووعي المسلم بمعنى آخر كيف تسهم هذه الثقافة في تشكيل وعي المسلم وفي صوق شخصيته لا شك أن الثقافة الإسلامية لها دور كبير ولها أثر كبير في تشكيل ثقافة المسلم نفسيا وخلقيا وسلوكيا وهذه طبعا العلاقة الثقافية بين المسلم وبين سلوكياته وأخلاقياته إنما تتحدد من خلال العلاقة بين المسلم وبين هذه الثقافة بمعنى أن ثقافته الإسلامية التي استقاها من القرآن الكريم ومن مصادر الشريعة الأخرى هذه ليست يعني مجرد انتماء وإنما هي عبارة عن تأثير في سلوكه وتأثير في حياته وفي طريقة تعامله مع نفسه ومع ربه ومع الآخرين فهذه الثقافة تحدد سلوكيات المسلم كيف تحدد هذا السلوكيات؟ من خلال أي وعي تصنع في المسلم هذه يعني بمعنى آخر وضح السؤال أكثر دكتور حدود الثقافة الإسلامية هل هي حدود جغرافية؟ بمعنى إذا ما نبت الشقيقان نشأ الشقيقان أحدهما عاش في مكة أو في دمشق أو في بغداد أو في القاهرة أي أن يكون بلد مسلم وشقيقه الآخر عاش في أمريكا هل ينبتان أو ينشأان تنشئة واحدة بمعنى أن الذي عاش في أمريكا هو مسلم لكن هل يتأثر بالثقافة الإسلامية أم ليس بالضرور لأنه يعيش في بيئة غير مسلمة؟ هو لا شك يعني عندنا أمران مهمان الأمر الأول هو الثقافة الإسلامية كهوية للإنسان المسلم نعم حديث الهوية نعم حديث الهوية هذه الهوية طبعا المسلم الملتزم الواعي الذي فهم مضامين هذه الهوية التي يحملها لا شك أنه لا يختلف مع أخيه الآخر الذي يلتزم بهذه الهوية أينما كان فإذا كان يعيش في الشرق أم في الغرب أم في أفريقيا أم في الدول العربية في أي مكان الهوية واحدة مضامينها واحدة والتعاليم التي فيها والقيم التي فيها واحد لا تختلف ولذلك أنت الآن لو سافرت إلى أي دولة في الخارج في أمريكا في الغرب في الشرق في أوروبا إلى آخره وتنجس مع المسلمين هناك الملتزمين تجد أنها أن الالتزام واحد وأن القيم واحدة وأن الأخلاق واحدة والسلوك واحد والمبادئ التي يلتزم بها الإنسان واحدة لكن لا شك أن البيئة تؤثر على الإنسان لا شك هذه البيئة تؤثر على الإنسان بمدى قوة إيمانه وقوة التزامه بهذه الهوية التقافية التي يحملها فإذا كان إيمانه بهذه الهوية التقافية أو التزامه ضعيفا فلا شك أن البيئة ستؤثر عليه لكن إذا كان التزامه صحيحا وكان تمسكه بهذه الهوية وإيمانه واعيا وراسخا فإنه لا تؤثر عليه هذه البيئات أو هذه الأوساط الأخرى التي تختلف معه في ثقافته أو في هويته أريد أن أسألك عن الدور والأهمية التي تحظى بها هذه الثقافة في حياة المسلم وهذا أيضا مرتبط بسؤال الوعي بمعنى إلى أي درجة يمكن أن تسهم المحتوى الفكري والاجتماعي والسياسي والعقدي والعبادات في الحياة الإسلامية وهي بمجموعها هي الثقافة الإسلامية إلى أي مدى يمكن أن تنشئ وعيا لدى المسلم بأن هناك خطرا يتهدد هذه الثقافة هذا السؤال يرتبط بأهمية هذه الثقافة في حياته وفي وعيه هو لا شك أن المسلم الذي أخذ هذه الغوية أو هذه الثقافة عن مصادر الشريعة فهو جزء من هذه الشريعة وهو عبارة عن مثال لهذه الشريعة يمشي على الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن إذن كان رعا عليه وسلم يمثل القرآن في أخلاقه يمثل القرآن في تعامله يمثل القرآن في عبادته في كل حركاته وسكناته المسلم لما يلتزم بهذه الثقافة لا شك أنه يكون نسخة عن مصادر هذه الثقافة التي يحملها وبالتالي فإن هذه الثقافة هي عبارة عن سلوك شخصي منبثق عن الشريعة الإسلامية وعن مصادر هذا الدين الحنيف وبالتالي فإن المخاطر التي يمكن أن تهدد ثقافته إنما هي من جهة عدم التزامه بهذه الثقافة وبمضامين ومصادر هذه الثقافة التي نشأ عليها فنحن دائما إذا ندعو إلى أن يكون المسلم على واعي وعلى إدراك وعلى علم بهذه الهوية أو الثقافية التي يحملها وبذلك يكون بعيدا عن مخاطر التغريب أو مخاطر التشويه الذي ربما تعتري سلوكياته أو ثقافته التي يحملها نتابع بعد الفاصل دكتور ما تبقى من هذه الحلقة مشاهدين الفاضلين يأتيكم بعد فاصل أخير ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد هل ينبغي لكل مسلم أن يكون حاملا لثقافته الإسلامية بمعناها الواسع والشمولي أم ينبغي من ذلك لكل مسلم أن يحمل عنوين وأساسيات من هذه الثقافة بحيث لا يكون مغتربا عن ثقافته هو هذا السؤال مهم لا شك الحقيقة أن الثقافة الإسلامية ليست علما مستقلا هناك علوم كثيرة شرعية وغير شرعية هناك علم التفسير علم الفقه علم الأصول علم المقاصد علم السياسة الشرعية علم العقيدة هناك علم أخرى علم علم العربية علم الطب إلى آخره الثقافة الإسلامية في الحقيقة ليست علما مستقلا وإنما هي إبارة عن حصيلة علمية لما ينبغي أن يعرفه المسلم عن مصادره الشرعية من القرآن الكريم من السنة النبوية من كتب الفقه من كتب سيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرة التابعين من سيرة علماء السلف من سيرة العلماء في السابق وفي اللاحق هذه الحصيلة التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم وهذه لا تعتبر علما مستقلا وإنما هي عبارة عن إحاطة من كل علم بطرف فالمثقف المسلم هو الذي يأخذ من هذه العلوم المختلفة شيئا ما وكما قيل التقافة هي عبارة عن شيء من كل شيء بخلاف العلم العلم هو أن يأخذ كل شيء عن شيء محدد أما الثقافة الإسلامية فهي عبارة عن حصيلة ثقافية ينبغي أن تكون عند كل مسلم وطبعا هذه تزيد وتنقص ويمكن أن تتعمق وتختلف من شخص إلى آخر فرق بين من يقرأ مثلا في اليوم نصف ساعة أو ساعة وبين من يقرأ أربع ساعات طبعا وكله في الثقافة الإسلامية أو في المصادر الشرعية للثقافة الإسلامية ولا شك أن المطلوب من المسلم وخاصة الذي يريد أن يكون داعية إلى هذا الدين أو إلى هذه الثقافة وأن يكون على علم بما عند الآخرين من ثقافات وكيف يردع وكيف يتعامل معها وكيف يبين موقفه منها ويبين ما فيها من حق أو باطل لابد أن يكون عنده حصيلة ثقافية كبيرة بدءا من حفظه للقرآن الكريم حفظه للسنة حفظه للأحكام الشرعية أو الأحكام الفقهية الموجودة في كتب الفق السياسة الشرعية مقاصد الشريعة سيرة رسول الله سلام سيرة الصحابة سيرة السلاف إلى آخره هذه الحصيلة العامة هي عبارة عن حصيلة ضرورية لا بد للمسلم أن يعني يحصل عليها ليكون ممثلا فعلا لشخصية المسلم الواعي الذي يستطيع أن يفهم أن يدرك أن يدعو أن يقنع الآخرين بما عنده من قيم ومن علوم تتعلق بهذه التقافة سنعود لهذا الحديث بعد قليل لكن قبل ذلك دكتور أحمد هل ثمت منهجية واضحة ومحددة في كيف يبني المسلم ثقافته الشخصية بحيث يكون على صلة وثيقة بمعالم الثقافة الإسلامية حتى إذا ما طر للسفر إلى خارج الجغرافيا الإسلامية لا يتأثر لا يخضع لهذه الثقافة بحيث يتحلل من حضارته ومن محتوى ومن بيئته الإسلامية هل ثمت منهجية واحدة كيف يبني المسلم ثقافته من خلالها هو لا شك المنهجية الصحيحة في الحصول على هذه الثقافة أو استقاء هذه الثقافة ينبغي أن تكون من مصادرها الأصلية المصادر الأصلية طبعا لهذه الثقافة هي القرآن الكريم كما قلت والسنة المطهرة وكذلك مصادر الأخرى للثقافة كالفقه وكتب السياسة الشرعية وكتب الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه الأمور لا تأخذ مباشرة من مصادرها الأصلية بل تحتاج إلى علماء فهموا هذه المصادر وعرفوا أحكامها وأسرارها وما يتعلق بها من علوم ومن قضايا تتعلق بالتشريع حتى يأخذ من هؤلاء العلماء هذه الثقافة فمثلا لو رجع الإنسان إلى القرآن الكريم فهناك أشياء كثيرة قد لا يستطيع المثقف العادي أو القارئ العادي أن يصل إلى الحقيقة التي ينبغي أن يؤمن بها وأن يعتقدها لأن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى علماء من أجل أن يفرقوا بين ما هو عام وما هو خاص بين ما هو مجمل وما هو مقيد وبينها إلى آخره ناسخ ومنسوخ أيضا فهمها على الوجه الصحيح لا يكون بمجرد أن تقرأها بنفسك بثقافة بسيطة أو ثقافة ضحلة وإنما ينبغي أن تأخذ هذه الثقافة من مصادرها من علمائها وكما نعلم أن لكل علم من العلم له علمائه فينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها ولا نأتي البيوت من ظهورها فمثلا طب مثلا له علمائه طب فعندما تريد أن تسأل أمر يتعلق بالطب شيء طبيعي تذهب إلى الطبيب تسأله عن أمر يتعلق بالطب وكذلك الهندس يتعلق أمر يتعلق ببناء أو بترميم أو كذا تذهب إلى مهندس كذلك بالنسبة للثقافة الإسلامية الحقيقة أنا أؤكد على قضية أن المسلم ينبغي أن لا يغفل دور العلماء أن لا يغفل دور العلماء في الوصول إلى المعلومة الصحيحة التي يجب أن يتبناها ويعتقدها وتصبح جزءا من ثقافته أو جزءا من سخصيته وإلا ربما يفهم شيئا خطأا أو شيئا على غير وجهه الصحيح فربما يؤدي به ذلك إلى انحراف في ثقافته أو انحراف في فهمه للمصادر الشرعية أي علماء دكتور؟ العلماء ليسوا سواء أنا معاك الآن في كل علم من علوم الشرع علوم بالتفسير هناك علماء بالتفسير علماء بالفقه علماء بالسيرة أرجو أن أكون قد أخرجت الحلقة عن موضوعها وفي السياق ذاته هناك في علماء التفسير وفي علماء العقيدة من يقف بجانب المستبد ومن يقف بجانب الغربي الذي يحارب المسلمين فكيف أن تبرز دور العلماء وأن يكون المسلم ثقافته من العلماء أي علماء أنا أسأل صحيح لكن الإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل لما يرى الإنسان المستبد ويرى الانحراف عند هذا المستبد ويرى الظلم في هذا المستبد فالذي يقف بجانبه والذي يبرر له استبداده والذي يصفق لهذا المستبد ليس أهلا لأن يأخذ منه العلم وإنما يأخذ العلم عن علماء أقيا صالحين ناس عندهم كرامة عندهم شهامة عندهم وعي عندهم إخلاص لله عز وجل في كلا يراقبون الله تعالى في كلامهم في تصرفاتهم وهؤلاء الناس معروفون يعني عامة القرى أو عامة المثقفين من المسلمين يفرقون بين من تسميهم اذناب الظلمة أو المستبدين وبين الناس النزيهين المنصفين الذين لا يوافقون على ظلم ولا يوافقون المستبد على استبداده فيجب على الإنسان بعقله أن يفرق بين الحق والباطل هل ما زال دور العلماء في تكوين وتشكيل ثقافة المسلم معتبرا في ظل وسائل التواصل المجتمعي الحديثة وخصوصا اليوتيوب وقنوات تليجرام التي تحوي آلافا من المقاطع والأشرطة والحلقات المسجلة عن أصول العلم وفروعه هو ما يعني يرد في وسائل التواصل الاجتماعي مما يعني من محتويات النوعان أو أنواع منها ما هو موثق من خلال يوتيوب أو من خلال محاضرات هذا الذي يتحدث عنه نعم محاضرات علمية موثقة ومعروف من هو المتكلم وتبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهذا علم علم يؤخذ به ويسعى إلى الوصول إليه وإلى التعرف عليه وعلى يعني اعتباره جزءا من ثقافة الإنسان أما ما يرمى في وسائل التواصل الاجتماعي من أراء شخصية أو من فهوم مختلفة أحيان تكون منحرفة وبعيدة عما يجب يعني أن يعرفه نسلم فهذا طبعا لا تستحق أن يتابعها الإنسان ولا يجوز أن يأخذ علمه عنها فإذا لا يجوز أن نأخذ العلم من وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا ما عرفنا من هو المتحدث ومن هو الذي يتولى بث هذا الحديث لأنه ربما قد يكذب على بعض العلماء من خلال وسائل البث فيقال هذا رأي فلان وفي الواقع ليس هو رأيه فإذا التوثيق أو التوثق مما نسمع أو مما نقرأ هو شيء ضروري من مصادر ثقافتنا الإسلامية حتى يكون المسلم معرفة إسلامية ومحتوى إسلاميا يربطه بثقافته الإسلامية ويحول بينه وبين أن يغترب عن هذه الثقافة ما الجانب الأولى والأهم الذي يجب أن ينطلق منه هل العقيدة أم الفقه أم التاريخ أم السنة النبوية يعني بحسب الأولويات أخي الكريم علوم الشريعة ليست منفصلة وإنما هي شريعة واحدة الإسلام عقيدة وشريعة لا يمكن أن تفصل بين العقيدة والشريعة وبالتالي فثقافتنا الإسلامية يعني منتصقة بعقيدتنا وبشريعتنا فلا يمكن أن تقول هذا من العقيدة مهم وأساسي وهذا من الشريعة ليس مهما أو ليس ضروريا طبعا هذا ليس في منهاج المسلم أو المثقف المسلم الصحيح بل المسلم المثقف لا يمكن أن ينفصل الجزء عن الكل أو الفرع عن الأصل فكل ذلك دين إن الدين عند الله الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه وقيمه وفضائله وفي كل لكن لم يتحدث أحد عن الانفصال هنا دكتور وإنما تحدث عن الأولوية يعني مثلا الله سبحانه وتعالى اتبع مع المسلمين مبدأ التدرج في بث الدعوة وفي إرسال الدعوة بدأ بالتوحيد ثم بعد ذلك دخل إلى الأحكام والعبادات إلى آخره يعني في ظرفنا الراهن كيف ينبغي المسلم أن يشكل ثقافته أنا يعني معك في هذا لكن أنا يعني تكلمت في الجانب الأول بعض الناس يقولوا إنما الأعمال بالنيات وبالتالي فسوأ صليت أو ما صليت فالأعمال بالنيات وإن إن شاء الله نية أن أصلي وإن لم أصلي طبعا هذا يعني تفريق بين الشريعة بينما أمر الله تعالى به وبين ما جاء فيه لكن هناك الآن قضية أنه هل الإسلام كله يعني في من حيث تأثيره ومن حيث أهميته ومن حيث أولويته واحد أم مختلف لا شك مختلف لا شك مختلف أولا العقيدة الإيمان بالله عز وجل أنه واحد لا شريك له والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بأن الله تعالى واحد لا شريك له هذه الدعم الأولى لبناء المعرفة الإسلامية لا شك طبيعي أول ما يعني يسلم الإنسان إنما أولا يطالبه بأن يشهد أن لا إله إلا الله قبل أن يطالبه بأحكام الإسلام الأخرى فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله هذه خطوة أولى الخطوة الثانية أن يعلمه الصلاة عندما يأتي رمضان يعلمه أن هناك الصيام مفروض إذا كان عنده مال يعلمه أن من فروض الإسلام الزكاة إذن في عندنا أشياء لها أولوية لا شك لكن عمليا لا يمكن أن نفصل في حياتنا العملية أو في تطبيقاتنا بين أصل وبين فرع بل كلها علوم شريعة وكلها من صلب الشريعة الإسلامية وهي متكاملة وهي متكاملة فيما بينها وهي متكاملة اتضحت الصورة شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه المشاركة الضافية مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه في ختامها نشكر ضيفنا الكريم الدكتور أحمد عبد العال أستاذ العقيلة والمذاهب الفكرية كل الشكر لكم على حسن المتابعة في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة